الاستعمار البريطاني عصابات حوزات وإخوان افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله تجاوزت أزمة الجماعات المتأسلمة نطاق النصيحة ودخلت مرحلة الفضيحة بعد أن تعرت كلها سنية وشعية وظهرت على حقيقتها عملة مخربة ساعية إلى سيادة التجهيل والترهيب من أجل سيطرة على مقدرات البلدان التي تحكمها هذه الجماعات ومنذ أوائل القرن العشرين كانت الأدات التي أوجدتها بريطانيا كي تتحكم بالدول بدون وجود عسكري حين بدأت شمسها الاستعمارية تغرب فأسست عام 1928 جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومنحتها الغطاء السياسي لتنفذ المطلوب منها فيما على الطرف الآخر عملت على تهشيم إيران من الداخل التي كانت تعتبر قوة اقتصادية وعلمية وقت ذاك عبر القوى الدينية التي كانت تناصب الشاه رضا بهلوي العداء لأنه سعى إلى بناء دولة مدنية متحدة وقوية تقوم على التحضر والعلم وفي هذا الشأن ربما تكون مذكرات الرجل شهادة تفضح المخطط الإنجليزي لتفتيت إيران فقد ورد فيها أنه بعد وصول ريدا الشه بهلوي إلى جزيرة موريشيوس حيث نفي عام 1941 سأله ضابط إنجليزي هل أنت قلق؟ أجاب من دوني تردد لا فلقد تركت جامعة في إيران ستخرج العلماء والباحثين الذين سيقاومون استعماركم عندها قال الضابط نحن شجعنا على انتشار الحوزات الدينية في كل إيران وكذلك دعمنا القوى السياسية الدينية ولذلك ستبقى لنا السيطرة بينما أنت لن تعود إلى حكم بلادك على هذا المبدأ سارت السياسة الاستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط إذ عملت على أحياء التناقضات في المجتمعات إضافة إلى إطلاق حركات سياسية ذات طابع ديني تقابلها قوى سياسية أخرى تنزع إلى العلمانية التي لم تكن مستساغة في القرون الماضية عربيا وأسلاميا لقد ترجم الأخوان المسلمون هذه السياسة في النصف الأول من القرن العشرين في مصر استعاونوا مع السفر البريطانية ضد الحكم الملكي ونفذوا الكثير من عمليات التخريب والإرهاب كما تحالفوا مع الحركة الصهيونية في فلسطين وسند النازية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية فيما في إيران عملت الجماعات الدينية المدعومة إنجليزيا على مقاومة أي تقدم في البلاد إلى حد تحريم بعض رجال الدين الإقبال على الجامعات الحديثة وسعيا من الطرفين الأخوان والجماعات الإيرانية لنفي تهبة العمال عنهما طرح كل منهما شعارا شبه طوبوي الأول الخلافة الإسلامية والثاني تصدير الثورة لإقامة الأممية الإسلامية ومن أجل ذلك عمل كل منهما على تحقيق هدفه عبر الإرهاب والتخريب أو تضليل المجتمعات من خلال غسل أدمغة الشباب كما هو حاصل حاليا في بعض دول الخليج العربية إن هذا الموروث التخريبي لا يزال يتحكم بنسبة لا بأس بها من الشباب العربي والإسلامي ويستغلهم في فرض ممثليه ببعض مجالس النواب العربية والخالجية التي تعاني اليوم من تبعات تلك الجماعات لذلك فإن التهاون بمواجهتها سيؤدي إلى تخريب الدول وانتقال فيروس نقص المناعة والحصانة الوطنية إليها على غرار ما فعلت تلك الجماعات في ليبيا وتونس والعراق ولبنان واليمن اشتركوا في القناة